مجز الأهم الأخبار مع دين شكرا لك شازلي التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة بالاهتمام بالتعليم بعناصره كافة وخاصة العنصر البشرية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة التعليم في مصر بمختلف محاورها الرئيسية خاصة ما يتعلق بمحور المعلمين حيث اطلع الرئيس السيسي على جهود دعم الكوادر البشرية من المعلمين وحصن انتقائهم وتغفير الأعداد المناسبة منهم بما يتوفق مع أعداد الطلاب إلى جانب تدريبهم ورفع قدراتهم وكذا تأهيل مدير المدارس بما يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية الواجب بتوافرها في حامل أمانة هذه المسئولية الكبيرة وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال مع التركيز على قطعي الصناعة والزراعة جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كما وجه رئيس السيسي باستمرار تحديث استراتيجية الجهاز ودعم عملية التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي والاعتماد على الاقتصاد الأخضر بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد وزيادة تنافسيته وأوضح متحدة الرئاسة أن الاجتماع تناول عرض أنشطة الجهاز بهدف تعظيم قدرة المشروعات التي يمولها على توفير فرص العمل الجديدة وتعزيز ريادة الأعمال فضلا عن مشاركة الجهاز في المبادرات القومية المتنوعة على امتداد الجمهورية شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على اهتمام الحكومة بالعمل على تطوير الصناعة وأنه السبيل الوحيد لأحداث نمو اقتصادي حقيقي وخلال اجتماع مع رؤساء الغرف الصناعية في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة أكد مدبولي الحرص على الاجتماع بشكل دوري مع رؤساء الغرف الصناعية من منطلق دعم الدولة لقطاع الصناعة وسعيها الدائم لتذليل أي تعقبات أو تحديات من أجل دفع العمل في القطاعات المختلفة لافتا إلى اتخاذ الحكومة خلال الفترة الماضية خطوات واسعة لدفع قطاع الصناعة الوطني أشهد الرئيس الأوكراني فلادمر زيلانيسكي بقرار دنمارك وهولندا بتزويد بلاده بمقاتلات F-16 الأمريكية وذلك بعد يومين من وافقة الولايات المتحدة على ذلك وخلال تفقده طائرات F-16 بالدنمارك أكد زيلانيسكي أن تدريب طيارين ومهندسين أوكرانيين بدأ بالفعل في الدنمارك مشيرا إلى أن تزويد كييف بتلك الطائرات يدعم بشكل قوي قدرات الجيش الأوكراني أمام روسيا وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا أعلن أن بلاده والدنمارك ستسلمان مقاتلات F-16 إلى كييف وذلك خلال زيارات قام بها زيلانيسكي لقاعدة السلاح الجو الهولندي أعلنت توكلة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على اختبار لصواريخ كروز الإسراتيجية وأضافت الوكالة أن كيم زار أسطولا بحريا متمركزا على الساحل الشرقي لتفقد الاختبار على سفينة حربية دون تحديد مواد الزيارة مشيرة إلى أن الإطلاق يهدف إلى التحقق من القدرات القتالية للسفينة وخصائص نظامها الصاروخي مع تحسين قدرة البحارة على تنفيذ مهمة هجومية في حرب فعلية وتأتي أحدث تجربة صاروخية لكوريا الشمالية في الوقت الذي بدأت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة تواصل السلطات الكندية عمليات الإجلاء في مقاطعة كولومبيا غرب كندا بعدما باتت تهدد النيران مئات المنازل وقال مسؤول الطوارئ في كندا أن الرياح الشمالي أجاجت النيران التي دمرت العديد من المباني في منطقة كيلونة والتي ارتدها السياح ويسكنها نحو 150 ألف شخص من جانبه قال رئيس الوزراء الكندية جاستين ترودو أنه بحث مع رئيس حكومة المقاطعة حرق الغابات السريعة تطور والتي تحدث تدميرا هائلا على حد وصفه متعاهدا بتوفير موارد فدرالية استجابة للكارثة ورياضيا توجى المنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات لأول مرة في تاريخه بلقب طورة كأس العالم بعد تغلبه على ناضيه الإنجليدية وانتهت المباراة بفوز المنتخب الإسباني بهدف دون رد أحرازته المهاجمة أولجا كارمونا عند الدقيقة التاسعة والعشرين من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب أستراليا بمدينة سيدنية ختم مجاز التاسعة فاصل ونعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صفح الخير يا مصر اشتركوا في القناة